بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. اليه ده هنتكلم مع بعض عن رؤية غسيل الشعر. هنتكلم عن اهم اه عشر تفسيرات او اكتر من عشر تفسيرات لرؤية غسيل الشعر في المنام. انا عرف اهم المعاني او اهم البشرات اهم التحذيرات اللي احنا ممكن اه نعرفها عن رؤية غسيل الشعر. اول حاجة رؤية غسيل الشعر في المنام آآ اولا بشارة بتكثير زنوب لو كان الرأي شوية آآ عاصي او بيرتكب آآ زنوب فبيكون بشارة ليه بتكثير زنوبه كمان آآ من الرموز اللي بتشير للرضا ومن الله سبحانه وتعالى ثانيا رؤية غسيل الشعر الطويل من الرموز اللي بتدل على رزق ومال آآ وفير هيحصل عليه الرأي والرزق ده هيكون رزق آآ حلال هيجي من وراء آآ عمل او من وراء آآ تجارة آآ غسيل الشعر بالنسبة للطالب او الشخص اللي لسه بيدرس بشارة بنجاح وآآ بتفوق في الدراسة الشخص المهموم او الشخص الحزيني اللي ما يشوف انه آآ بيغسل آآ شعره آآ آآ بشارة بزوال هموم وكمان باكتراب الفرج. غسيل الشعر من الرموز اللي بتدل على اموال وعلى رزق وعلى بركة في الرزق ده آآ كمان على قدوم آآ خير لما نشوف ان رائحة الشعر ان احنا خسلناه وبرضو رائحة الشعر غير آآ مستحبة او رائحة الشعر آآ كريهة فللأسف بتدل على قدوم آآ مشكلة او وجود مشكلة الرأي بيحاول يحلها ولكن هي المشكلة شوية صعبة انه يحلها. تنضيف الشعر باستخدام المية والصابون فبرضو ده رزق واخير وكمان آآ فرج. آآ برضو آآ تنضيفه بالمية والصابون ده حل المشكلة كان بيمر بيها الرأي وبشارة بفرج وآآ برزق بسعيدة. آآ تنضيف الشعر بالنسبة للرأي لما يشوف انه بينطف الشعر او بيغسل الشعر لامرأة او لفتاة تانية آآ فبرضو من الرؤى اللي بتشير بالخير وكمان آآ بالرزق. ولو كانت الفتاة دي معروفة فاحيان بيضل على دعم او مساندة من الرأي للفتاة دي لخروجها من ازمة او خروجها من آآ محنة.